اشتركوا في القناة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي طلاب صف الثاني عشر علمي أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين والتي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثكم المعلم إبراهيم الدعيج مدرس مادة العلوم الحياتية من مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات نلتق اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر علمي وعنوان درسنا اليوم هو السيادة غير التامة طبعا الآن أعزائي الطلبة انتهينا من الفصل الأول قانونا مندل في الوراثة ولكن في الحقيقة أن قانونا مندل في الوراثة لا تنطبق على جميع الحالات الوراثية المعروفة فوجدوا أن هناك صفات لا تنطبق عليها السيادة التامة أو قانوني مندل في الوراثة ومن هنا طبعا أتينا لدراسة بعض هذه الصفات الغير مندلية في الفصل الثاني من الوحدة الثانية وهو بعنوان الصفات غير المندلية الآن نأتي إلى أول حالة لا تنطبق عليها النسب المندلية وهي حالة السيادة غير التامة في نبات الساعة الرابعة أجري تهجين بين نبات أحمر الأزهار مع نبات أبيض الأزهار طبعا أحنا متوقعين يعني بنتوقع أنه إذا كان هذه حالة السيادة التامة صفات مندلية إذا كان الأحمر نقي أر كابتل أر كابتل وزوجته مع أبيض أر سمول أر سمول هيعطيني مية في المية أحمر وإذا كان الأحمر غير نقي أر كابتل أر سمول وزوجته مع أبيض هيعطيني أر كابتل أر سمول إلى أر سمول أر سمول بنسبة واحد أحمر إلى واحد أبيض ولكن في الحقيقة هذا لم يحدث نتج الجيل الأول كله زهر اللون طبعا أنا زوجت يعني معناته هذه الحالة حالة لا تنطبق عليها النسب المندلية طيب اللون الزهري هو عبارة عن صفة وسطة بين اللون الأحمر واللون الأبيض طيب كيف ظهرت هذه الصفة الوسطة؟ أنه اجتمع في هذا الفرد جينان جين اللون الأحمر وجين اللون الأبيض لم يسد أي منهما السيادة التامة على الأليل الآخر فبالتالي كل جين منهما بدأ يصنع في صفته الأحمر صنع صفته والأبيض صنع صفته احتل كل منهما موقع محدد على الخلايا الصبغية وكل منهما أعطى أمره أنه إيش؟ أنه هذه الخلايا تصنع صفة الموجودة صفته فالأحمر صنع صفته والأبيض صنع صفته امتزج اللونان معا الأحمر والأبيض وظهر اللون الزهري طيب الآن لو جينا نستخدم رموز بنقول مثلا الأحمر R capital لو كانت سيادة تاملة استخدمنا للأبيض R small ولكن هنا على أساس أنه أيضا الأبيض ساده أظهر صفته وطرزه الشكلي فنستخدم له أيضا حرف capital مثلا W capital فإذا هنا إذا لاحظت أن السؤال بيتحدث عن صفة واحدة تظهر الأبناء بثلاث طرز شكلية بحيث يكون طرزان أساسيان وطرز يحمل صفة وسطة بين الطرزين الأساسيين هنا نقول أن هذه حالة سيادة غير تامة ونرمز مثلا الأسود بيك أو خلينا على الأحمر الأحمر R capital R capital الأبيض يكون W capital W capital أما اللون الزهري فيكون R capital W capital طيب الآن لو جينا على المثال في الكتاب صفحة 53 أنه أجري يتزاوج بين نباتين أحمر وأبيض في نبات الساعة الرابعة فكانت جميع الأبناء زهرية أوجد الطرز الجينية للأبوين وأفراد الجيل الأول وأوجد الطرز الجينية والشكلية لأفراد الجيل الثاني فبنقول أحمر بي واحد بيرانتس وين الأحمر R capital R capital الأبيض W capital W capital لما نيجي نهجينا مع بعض هيعطيني R capital W capital كله زهري مية في المية الآن الجيل الثاني بزاوج أفراد الجيل الأول مع بعض فبيصير بيته R W مع R W لما نزاوج R W مع R W لاحظ عزيز الطالب إنه حيظهر معنا أحمر R capital R capital زهري R W وكمان زهري R W وأبيض W W أي بنسبة واحد أحمر اثنين زهري إلى واحد أبيض هذه الحالة حالة السيادة غير التامة طب لو جاءنا سؤال وقالنا كيف تميز بين السيادة التامة والسيادة غير التامة طبعا كيف أحنا بنميز بين السيادة التامة والسيادة غير التامة كالآتي واحد بنقول عدد الطرز المظهرية للصفة الواحدة في السيادة التامة تظهر الأفراد التي تحمل الصفة بطرزين شكليين أحدهما سائد والآخر متنحي في السيادة غير التامة تظهر الأفراد بثلاث طرز شكليين بحيث يكون أحدها صفة وسطة طبعا نيجي على النسبة نسبة الجيل الثاني في السيادة التامة ثلاثة سائد إلى واحد متنحي نسبة الجيل الثاني في السيادة غير التامة واحد إلى اثنين إلى واحد طب أمثلة في السيادة التامة لو أخذنا أمثلة بنقول ها لون أظهار طول ساق نبات البازل لا في السيادة غير التامة بنقول لون أظهار نبات الساعة الرابعة نبات فم السمكة نبات شب الليل شكل الفجل طبعا فيه عندنا نبات الفجل فيه عندنا شكل الشعر في الإنسان وفيه أيضا لون ريش الدجاج الأندلسي طيب لو جينا ناخذ مثال في الكتاب صفحة ثلاثة وخمسين المثال بيقولنا أجري تلقيح بين نباتي فجل أحدهما طويل الجذور والآخر كروي الجذور فكان جميع أفراد الجيل الأول بجذور بيضاوية آه والله أنا عندي ثلاث طرز شكلية للصفة فيه عندي طويل وفيه عندي كروي وفيه عندي بيضاوي لما زوجنا طويل مع كروي أعطاني كل بيضاوي معناته البيضاوي هي الصفة الوسطى اكتب الطرز الجينية والشكلية لأفراد الجيل الأول والثاني واستخدم الرموز الكابتل لجين الجذور الطويلة وار كابتل للجذور الكروية طب نيجي بنقول الآن طويل الكابتل الكابتل بواحد الكابتل الكابتل لا الفجل الطويل ضرب آر كابتل آر كابتل للجذور الكروية نيجي على القامطات بناخذ الوحدة للطويل وار وحدة للكروي وبنزوجهم مع بعض بيعطينا أفواحد الكابتل آر كابتل كله طبعا بيضاوي الآن نيجي على بي تو بنزوج بيضاوي مع بيضاوي الكابتل آر كابتل مع الكابتل آر كابتل لما نزوجهم نعمل قامطات حيعطيني ال واحد طويل حيعطيني ال آر وآر اثنين بيضاوي وحيعطيني آر كابتل آر كابتل طبعا واحد كروي فحتكون معنا النسبة واحد إلى اثنين إلى واحد طيب هنا أسئلة يعني حقيقة بترد أسئلة كثيرة على هذا الموضوع يعني لو جينا مثلا على لون ريش الدجاج الأندلسي لو جاءنا سؤال قالنا في الدجاج الأندلسي أجري تهجين بين ديك أسود مع دجاج بيضاء فكان الجيل الأول كله أزرق رصاصي اكتب الطرز الجنية والشكلية لأفراد الجيل الثاني طبعا أنا باجي بقول مثلا أسود بي كابتل الأبيض دابليو كابتل الأزرق الرصاصي بي دابليو فالأسود بي كابتل بي كابتل الأبيض دابليو كابتل دابليو كابتل والأزرق الرصاصي بي كابتل دابليو كابتل الآن نجي بنقول الديك أسود بي كابتل بي كابتل مع دجاجة بيضاء دابليو كابتل دابليو كابتل ناخذ القامطات بي كابتل ودبليو كابتل بنزوجهم مع بعض بيعطينا بي كابتل دبليو كابتل كله أزرق رصاصة بنسبة 100% الآن باجي باخذ بزاوج أزرق رصاصة مع أزرق رصاصة بي دبليو مع بي دبليو طب إيش هيعطيني؟ هيعطيني بي كابتل بي كابتل واحد أسود هيعطيني بي دبليو وبي دبليو اثنين أزرق رصاصة وحيعطيني بي دبليو ودبليو واحد أبيض وهذه النسبة الآن نأتي على أنماط أخرى من الأسئلة لو إجانا سؤال مثلا كالآ تخلينا على النباتات وبعدين بنجاوب بعض أسئلة تعليم وردت كثير وهذه بترد كثير الأسئلة في الامتحان بيقلنا مثلا خلينا ناخذ سؤال نهائي 2017 نهائي الإنجاز بيقلنا أجري تلقيح بين نباتين فكانت الأفراد الناتجة كما يلي أجري تلقيح بين نباتين فكانت الأفراد الناتجة كما يلي طيب قالنا ستة طويلة حمراء اطنعش طويلة زهرية ستة طويلة بيضاء ستة قصيرة حمراء اطنعش قصيرة زهرية ستة قصيرة بيضاء استخدم تي كابتل لطول الساق و تي سمول لقصر الساق والرمز R كابتل للأحمر و W كابتل للأبيض اكتب الطرز الجينية للنباتين الأبوين وكمان طلب اكتب الطرز الشكلية للنباتين الأبوين للصفتين معا وما مبدأ الوراثة لكل من الصفتين إذن نباتين مش محددات لا الطرز الشكلي ولا الطرز الجيني أعطاني الأبناء ستة طويلة حمراء اطنعش طويلة زهرية ستة طويلة بيضاء ستة قصيرة حمراء اطنعش قصيرة زهرية ستة قصيرة بيضاء وقال لي منهم حددوا الطرز الجيني والشكل للأبوين طب باجي أنا الآن اتفقنا في هذه الحالة أنا بمسك كل صفة على حدة فباجي بدرس صفة طول الساق وبعد قديش عندي في أفراد طويلة وقديش في أفراد قصيرة فباجي بقول طويل إلى قصير عد طويل ستة واثنعش وستة أربعة وعشرين قصير أيضا ستة واثنعش وستة أربعة وعشرين يعني النسبة بتكون واحد طويل إلى واحد قصير طب احنا اتفقنا إذا كانت الأبناء بنسبة واحد سائد لواحد متنحي بيكون أحد الأبوين سائد غير نقي والثاني بيكون متنحي في هذه الحالة بدزاوج تي كابيتل تي سمول مع تي سمول تي سمول إذن الأب الأول بيكون تي كابيتل تي سمول والأب الثاني بيكون تي سمول تي سمول الآن نأتي لصفة لون الأزهار أنا عندي في لون الأزهار باجي بحط لون الأزهار والله أنا شايف ثلاث طرز شكلية للون الأزهار بقول في عندي أحمر نقطين في عندي زهري وفي عندي أبيض أحمر زهري أبيض طب باجي بعد قديش في عندي أحمر آه والله عندي أحمر طنعش زهري عندي أربعة وعشرين أبيض عندي طنعش طب طنعش لأربعة وعشرين لأطنعش يعني النسبة واحد إلى ثنين إلى واحد لما اختصرها واحد أحمر اثنين زهري إلى واحد أبيض طب في هذه الحالة لما تكون نسبة واحد إلى ثنين إلى واحد لازم يكون كل الأبوين صفة وسطة يعني لازم أزاوج RW مع RW فأنا الآن آه تي كابتل تي سمول بدي أضيف لها RW وتي سمول تي سمول أيضا بدي أضيف لها RW فبتكون معنا النتيجة كالآتي تي كابتل تي سمول RW هذا طرز الجين إلى الأب الأول والأب الثاني بيكون تي سمول تي سمول RW نأتي للمطلوبة الطرز الشكلية للنباتين الأبوين طب بقول تي كابتل تي سمول طويل الصاق وRW زهري الأزهار فإذن الأب الأول تي كابتل تي سمول RW بيكون طويل الصاق زهري الأزهار الأب الثاني تي سمول تي سمول RW بيكون قصير الصاق زهري الأزهار خلصنا من الطرز الجيني والطرز الشكلية نأتي الآن ما مبدأ الوراثة لكل من الصفتين طبعا أنا عندي صفتين بدي أفصل الصفتين لأنه مش متماثلات في الحالات الوراثية فباجي بقول واحد طول الصاق حالة سيادة تام لون الأزهار سيادة غير تام فإذن طول الصاق سيادة تام لون الأزهار ظهر معنا سيادة غير تام طيب نيجي على سؤال ورد أيضا في الامتحالات النهائية السؤال طبعا بقولنا تزوجه نكتب السؤال وبعدين بنحلل المعطيات بقولنا تزوج رجل شعره مموج عيونه عسلية من فتاة شعرها مستقيم عيونها زرقاء فكان من بين النسل الناتج طفل شعره مستقيم عيونه زرقاء وطلب مننا اكتب الطرز الجنية لكل من الأبوين للصفتين معنا طيب أنا الآن باجي طبعا بقول أنه أنا في الإنسان معروف أنه صفة لون العيون الزرقاء صفة متنحية الزرقاء بعطيها أس مول أس مول الآن العيون الملونة ما دون الزرقاء سواء كانت إلا هي خضراء عسلية بنية سوداء بتكون سائدة يا أكابتل أكابتل يا أكابتل أس مول انتهينا من صفة لون العيون نأتي الآن على شكل الشعر في الإنسان أنا والله شايف عندي ثلاث طرز شكلية فيه عندي شعر مستقيم وفيه عندي شعر مجاعد وفيه عندي شعر مموج مستقيم مجاعد ومموج الشعر المستقيم ناعم طبعا المجاعد عارفين كيف شكله وفيه مموج زي مواج البحر طب مين الصفة الوسطة الآن مستقيم مجاعد مموج أكيد حتقوله للمموج وهو صحيح فالآن المستقيم straight SS المجاعد purely فبس نستخدم له C أو أي رمز آخر يعني احنا ما بنختلف على الرموز ما لم طبعا إلا هو يلزمك برمز معين في الامتحان طب المموج هو ويفي لو بننجي له بس ما بنستخدم W بنستخدم SC إذا المستقيم يكون SS المجاعد CC المموج SC طيب السؤال ايج قال لي قال لي رجل شعره مموج طب الرجل شعره المموج السي ما فيش عليه خلاف عيونه عسلية يا A capital A capital يا A capital A small دائما مين اللي بيخلينا أحدد طبعا اللي بيخلينا أحدد هي الأبناء قال لي أنجبوا طفل بشعر مستقيم عيونه زرقاء فبالتالي الأب ذو العيون العسلية لازم يكون A capital A small لأنه الطفل أخذ A small من الأب وA small من الأم فالرجل المموج العيونه عسلية بيكون طرز الجين A capital A small S C نأتي على الفتاة الفتاة عيونها زرقاء A small A small شعرها مستقيم S S طيب إذن تزوج الرجل شعره مموج عيونه عسلية تفقنا A capital A small S C من فتاة عيونها زرقاء شعرها مستقيم A small A small S capital S capital طيب إيش المطلوب مننا الآن كتبنا الطرز الجينية للأبوين معا اكتب الطرز الجينية لقاميطات الأبوين أنا عندي الأب الأول A capital A small S capital S small فبقول القاميطات A capital S capital A capital C capital A small C capital S capital S capital A small طبعا A C capital إذن عيد القاميطات أنا عندي A capital A small S capital S small فبجيب A capital مع الأس ومع السي فA capital S capital A capital C capital بعدين بجيب A small مع الأس ومع السي فبيصير A small S capital A small C capital طب نيجي على الأم إيش قاميطات الفتاة فيش غير هي A A small A small S capital S capital فبنقول A small S capital طيب لبعده ما احتمال إنجاب فرد مستقيم الشعر عسل العيون طب أنا لما زوج القاميطات مع بعض هلاحظ أنه أنا A capital S capital A capital C capital A small S capital A small C capital لما زوجنا مع A A A C طبعا A S هيعطيني أربع أفراد كل واحد احتماله ربع فسأجد أن الفرد المستقيم الشعر عسل العيون هيكون احتماله ربع طبعا هذا بالنسبة لا 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 السيادة السيادة غير التامة طب في عندي سؤال علل لا يستطيع مزارع الحصول على نبات مثلا الساعة الرابعة زهر اللون بصورة نقية ليش فرد أو مزارع ما بيستطيع أنه يحصل على نبات مثلا الساعة الرابعة زهر اللون بصورة نقية طبعا الجواب كل آتي أنا ممكن في السيادة التامة بدي مثلا سلالة حمراء أزاوج أحمر مع أبيض بعدين أخذ الأحمر الناتج أزاوجه مع نفسه في نهاية الأمر سأحصل على سلالة نقية أركبة الأركبة الأحمر بزاوجها مع بعضها تظل عند الأفراد حمراء لكن هنا يستحيل إيجاد سلالة نقية من النباتات الزهري ليش؟ لأنه لما زاوج زهري مع زهري سيعطيني زهري أحمر وأبيض فإذا إجابة السؤال بنقول لها أنها تخضع لحالة السيادة غير التامة وعند تهجين أفراد زهرية معا تظهر أفراد زهرية وحمراء وبيضاء طيب آخر سؤال لا طبعا السؤال بنقول لا يجري تلقيح اختباري لا يجري تلقيح اختباري لمعرفة اللون الزهري في نبات الساعة الرابعة لا يجري تلقيح اختباري لمعرفة طبعا لون الأزهار الزهري مثلا في نبات الساعة الرابعة بنقول طبعا نحن عارفين أنه هذه تخضع لحالة سيادة غير تامة وطرزها الجيني معروف RW وكمان لا يوجد أفراد متنحية لإجراء التلقيح الاختباري فإذا لأنها تخضع لحالة سيادة غير تامة ولا يوجد أفراد متنحية لإجراء التلقيح الاختباري كما أن نباتات زهرية اللون محددة الطرز الجيني ومعروفة الطرز الجيني يعني حقيقة هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم في شرح مادة العلوم الحياتية للصفة الثانية عشر علمي حيث تناولنا في حلقة اليوم درس السيادة غير التامة وتحدثنا عن تعريف حالة السيادة غير التامة كما تحدثنا عن حالات السيادة غير التامة والتزاوج والنسب وفرقنا بين حالة السيادة التامة والسيادة غير التامة وأيضا حلينا بعض الأسئلة والأمثلة على حالة السيادة غير التامة طبعا شكرا أعزائي الطلبة لحسن استماعكم ونلتقي في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الأحياء شكراً لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة